في البداية قبل ما ابدأ فيديو النهاردة احب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة راس السنة راس السنة ناقص لها ايام بسيطة ونادر نقول كمان ساعات وليلة حبيت ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين ويا رب سنة 2022 تكونوا الشعر حلوة عليكم واللي كان نفسه في حاجة حققها السنة دي وما كانش فيه نصيب يقدر يحققها ان شاء الله والسنة الجاية كل سنة وانتم طيبين ودايما بخير نهاردة حبيت اقدم لكم كيكة سهلة وبسيطة كيكة سيومي بدون بيت بدون زبط بدون حليب احنا دايما متعودين في راس السنة نقدم حاجة حلوة ان اكيد بيبقى عندنا ديوف وعندنا عزومات كتير وعندنا ناس فدايما بنحب نقدم حاجة سهلة وبسيطة وكون كمان سيومي نهاردة اخترت لكم وصفة سهلة وبسيطة اللي هي كيكة البرتقان بنجهة البرتقان للناس اللي بتحب طعم البرتقان يكون ظاهر جدا في الكيكة الكيكة دي يبقى طعم البرتقان ظاهر فيها جدا وكمان احنا في موسم البرتقان يعني في الشيطة البرتقان متعفر كتير جدا فالكيكة دي انا بحب البرتقان يكون ظاهر فيها قوي يعني لازم نستخدم برتقان فريش احزب من برتقان المعلبات مش هيدي نفس الطعم وناكهة البرتقان الفراش اتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنسوا مش في اللايك والشير ويلا بينا على طول نبدأ في الطريقة وفي الواسطة طريقة الكيكة النهاردة أو وصفة النهاردة طريقتها سهلة جدا وبسيطة زي طريقة أي كيكة هدية بتعملها هنا معانا دقيق دول 400 جرام من الدقيق فيما يعادل 3 كوبايات كبار هنا كمان معايا السكر السكر دول 200 جرام يعني كوباية كبيرة هكتبلكوا كل المأدير بجرامات وبالكوباية في صندوق الوصف هنا كمان معايا عصير بورتقان دول كوبايتين كبار من عصير البرتقان طبعا نحنا قلنا في الوصفة تي لازم نستعمل بورتقان فرش كمان معايا كوباية كبيرة من الزيت هنا ده زيت ناباتي ممكن تستعمل زيت عبارة الشمس او زيت دورة هنا كمان محتاج ربع معلقة صغيرة من الملح وكمان ربع معلقة صغيرة من بيكنجسودة ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر البيكنج سودة هنا علشان يخلي الكيكا معنا تبقى مرتفعة في الفرن علشان وصفة الكيكا بتاعتنا النهاردة مفاش بيت خالص فمحتاجين حاجة تخلي الكيكا معنا مرتفعة وكمان معي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا تقريبا بكوين من الفانيليا ومعي كمان معلقة كبيرة من بشر برطقان قبل ما عصرت البرطقان أنا بشرته وخدت بشر البرطقان بتاعه ما عام حاجة نخلي بالنا ان احنا ما ناخدش الجلدة البيضة اللي هي بتبقى في البرطقان عشان تبقى شوية ممررة هنا كمان معي معلقة كبيرة من الخل الخل هنا زي محسن الكيك هنا اول حاجة هنبدأ بيها هنحطر مع بعض السينية بتاعتنا انا ده هنتقى زيت وفرشت ورقة زيت ده اول حاجة هنبدأ بيها انا قطعت هنا برطقانة كبيرة عطعتها شرائح رفاياء خالص زي ما احنا شايفين عشان هنا أنا محتاجة شرائح البرطقان ان انا كرملها عشان تبقى مكرملة اما ينفعش ان انا احطها اه في السينية من تحت اه وهي اه كده طبعا هتكون ممررة وهتكون الجلدة معنا اه هتكون ناشفة جدا فلازم نكرملها الاول على النار ومعي كمان نص كباية من السكر ومعي كباية كبيرة من الميا اول حاجة هنا هبدأ بيها هبتدي اه على النار اه في طاوسة كده هحط كباية الميا وعليها كمان اه نص كباية السكر اول ما يبتدي السكر معي يبتدي يدوب خلاص يبتدي المياه مع انا يبتدي تاغلي every time happen to the discomfort نrijب شريح البرتقان زي ما احنا شايفين كده هنطبピonna هنزيب هنا شريح البرتقان مع المياه والسكر يغلو شوية مع بعض لحد ما يبتدي المياه خلاص يبتدي تتبخر ويبتدي خلاص السكر يبتدي يكرمل مع شريح البرتقان هي كده خلاص باي كذا معينا هنبتدي نرسها في السنية من تحت اهم حاجة ان احنا لما نيجي نرسها ما نرسهاش طبقات فوق بعض لازم يبقى فيه فراغات في النص كده ونرس واحدة جانب بواحدة علشان ماينفعش خاص نحنا نحطش رايح البرتقان فوق بعض عفشان تبقى حلوة خالص وهيبقى طعم قشر البرتقان هيبقى ظاهر فيها جامد هنا هبتدي نحط كل المواد الجافة مع بعض هنا ديفت ربع معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من البيكنج سودا ومعلقة كبيرة من البيكنج بوتر هنا خلاص كل المواد الجافة بيت جاهزة معنا هنبتدي نحطر الكيكة مع بعض اول حاجة هبتدي بيها في بولا هبتدي انزل بعصير البرتقان ده العصير البرتقان اللي احنا قلنا عليه هنا دول كوبايتين كبار من عصير البرتقان كمان هضيف معاهم آآ كوباية كبيرة من السكر اللي هي آآ متين كرام من السكر هنا السكر كان مزبوط جدا ما كانش زيادة خالص هنا كمان هضيف معلقة كبيرة من الخل ده خل العيد اللي هو الخل الابيض الخل هنا اللي هو بديل لمحسن الكيك هنا هبتدي اضيف الفانيليا ومحلقة كبيرة من البشر برتقان اخر حاجة عاطفة هي كوباية الزيت كده خلاص كل المواد السيلة او كل المكونات اللي معي خلاص انا دفتها مع بعض هبتدي آآ اضربها شوية وبعد كده هبتدي اضيف الدقيق هبتدي انزل بالدقيق شوية بشوية طب احنا عارفين اول ما يبتدي نضيف الدقيق الدنيا عندنا هتتبهد الخلص فلازم نشغل المضرب بتاعنا على السرعة الاولى هنا هبتدي اضرب الدقيق مع الخليط كويس اول حتى ما يبتدي الدقيق معي يختيف شوية بشوية وبسباتسولة هبتدي اجيب الدقيق اللي هو باوقات كتير بيبقى الدقيق آآ من تحت في البولة من تحت هنبتدي بالسباتسولة كده لو في اي دقيقة هيبتدي يظهر على الوش هنا كده خلاص الخليط بقى جاهز معي هبتدي اصبه في السنية السنية طبق هكون محطرينها الاول ومحطرين شرايح البرتقان اللي احنا حطناها آآ في السنية من تحت وهبتدي انزل بالخليط كله اهم حاجة نكون بشغلين الفرن بتاعتنا قابليها درجة حرارة 180 هي هتاخد معنا في الفرن من 30 دقيقة 35 دقيقة اهم حاجة ان احنا بعد 30 دقيقة نفتح الفرن نختبرها اول ما نلاقيها استود خلاص احنا بنطلع هنا كده على سطح اي حاجة هبتدي ان انا اضرابها كده يعني خبطة كده هوت علشان بس نساوي الخليط كله ما تبقاش حتة عالية وحتة هبطة لما تخش الفرن لحد ما الكيكا بتاعتنا تستوي هنبتدي نحضر سوس البرتقان هنا معي كوبية كبيرة من عصير البرتقان طبعا الوصف بتاعتنا هي اساسها البرتقان هنا دي كوبات من عصير برتقان الفرش كمان معاها معلقتين كبار من السكر كمان هاديف معاهم معلقتين كبار من النشا هاقلب الاول على البارد عشان طبعا هنا في نشا لازم ادويب الاول قبل ما ارفعه على النار كده خلاص انا دويبت النشا مع السكر مع عصير البرتقان كويس جدا هنبتدي نحن نرفحهم على النار اهم حاجة النار بتاعتنا تكون نار هادية جدا علشان النشا او الخليط معنا ما يبتديش ان هو يبتدي يعمل زي كوتل هنا خلاص اول ما يبتدي ان هو يتقل معنا خلاص يحن نقفل النار ويبقى خلاص الخليط معنا بيبقى جهاز احنا عايزين ان هو يبقى سايل كده ما يبقىش تقيل هنا خلاص توصل برطقان بجهاز معنا هنبتدي نصبه ونسيبه بس عشر دقايق بس ان هو ايه هدا شوية هنا خلاص الكيكة بتاعت خرجت من الفرن اهم حاجة ان احنا نختبارها بخلة اسنان او ممكن بحرف سكينة اهم حاجة تطلع نديفة كده بيه خلاص يستوت هنا انا هبتدي اقلبها على الناحية التانية علشان انا محتاجة تكون شريحة البرطقان اللي احنا حطينا هتكون زهرة على الويش زم احنا شايفين بكاتر حتة كانت جميلة جدا زاهرة فيها اوي شايفين قدي ايه هييي هشرة فعلا مرتفعة احنا هنا الكيكة بتاعتنا احنا مش حطيين بيت فيها خالص بس هي فعلا كانت مرتفعة كانت كميلة جدا وناكهة البرتقان كانت ظهرة فيها قوي هنا كمان حبيت ان انا ازينها تزين بسيط طبعا لو انتوا حبيين انا هنا قطعت برتقان طرنشات صغيرة خالص رفاية وقطعت كل طرنش على اثنين وابتديت ان انا ازينها كده حولين الكيكة طبعا لو انتوا حبيين ده طبعا حسب زوكة وحسب ما انتوا طبعا بتحبه هنا ابتديت ان انا اضيف الصوس اللي احنا عملناه اللي هو صوس البرتقان وابتدي ان انا اوزعها كده على الكيكة من فوها وهيبتدي كمان ينزل على الجواني بتاعة الكيكة الكيكة دي بكات كانت طعمها حلو قوي كمان ناكهة البرتقان كانت ظهرة فيها جدا هنا كمان انا هبتدي اضيف شوية جوست الهند طبعا لو انتوا حابين يعني شوية تزييم بسيط لو انتوا حابين تعملوها مرات السنة طريقتها سهلة وبسيطة وكمان مش بكلفها وناكت البرتقان كانت جامدة فيها جدا وكمان احنا في الشتاء يعني في موسم البرتقان يعني البرتقان موجود البرتقان الفرش في ناس كتير كمان ما بتحبش البيت وريحته او زفرته في اي حلويات او اي كيكات يستخدم الوصفة دي وصفة سهلة جدا اتمنى بكاد انتوا تجربوها وبالفة هانا عليكم على كل اللي هيجربها مكدما الوصفة دي مش هتاخد بكاد معاك وقت كتير وانتو بتعملوها ولا وقت ولا مجهود اه وطبعا زي ما قلتلكم مش مكلفة خالص انا هنا قطعتها قطعتها نص وقطعت كل ربع على تلاتة يعني كل كتعة صغيرة كده وكمان لما رشيت شوي كوست الهند ادوها كمان منظر حلو قوي احتمان انا بكاد ان انتوا تجربوها يمرس السنة وكل سنة وانتم طيبين ويرب تكون السنة اللي جاية تكون سنة سعيدة وسنة والشاء حلوة عليكم واشوفكو على خير في الفيديو بديد باي باي